بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين والمتابعين وتحية طيبة لكم أينما كنتم مبروك لجمهور الأهل العظيم ولعشاقة ولجهاز الفني والإداري وللعبي هذا الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد على المريخ السوداني الفوز بالنسبة لي كان متوقع لأنه لا يمكن مقارنة الأهل وتاريخه وخبرة لعبي بأي نادي بأفريقيا فالأهل حتى لو لم يكن جيدا لكنه يعرف كيف يفوز وهذه شخصية الأهلي وسطوته وهيبت على كل الفرق اليوم الأهلي بهذه الهداف الثلاثة بمرمر المريخ سجل 601 هدف في أفريقيا لكن رغم هذا الفوز المهم وقيمة نقاط الثلاث حتى لو كانت على حساب الإدارة لكن يجب أن نضع أكثر من خط أحمر على بعض النقاط الفنية المهمة أمام الجهاز الفني للنادي الأهلي لمعالجتها وإصلاحها لأن القادم سيكون صعب ومع فرق لها خبرة وتجربة ببطولات أفريقيا خط الدفاع في خلل واضح بالتنظيم من الناحية الفردية والجماعية وكفريق فالنادي الأهلي تقبل خمس أهداف في المجموعة بمعدل هدف في كل مباراة ولم يحافظ على شباكه نظيفة سوى مرة واحدة مع الهلال السوداني عدم الانسجام وافتقاد التواصل والتفكك كان أهم سمات لاعبي الدفاع قل لما شاهدنا ذلك في دفاعات الأهلي على مرة تاريخة يمكن أن أعزي ذلك إلى عدم الاستقرار في تشكيل ثابت بسبب الإصابات والغيابات الكثيرة لكن بهكذا دفاع لا يمكن الذهاب بعيدا في البطولات الكبرى ياسر إبراهيم مع محمد عبد المنعم ومن قبلهم ربيعة توليفة غير منسجمة معلول يؤدي أدوار الهجومية على حساب واجبات الدفاعية الجهة اليمنى تعاني بعد إصابة أكرم توفيق وتجدد إصابة محمد هاني وكريم فؤاد يحتاج إلى مباريات أكثر إذا عدنا لمبارات وكيف أدارها السيد مسماني شوط أول عقيم فقير بفنياته غني بأخطائه كان عنوانه العصبية وعدم الهدوء وكثرة أخطاء التمرير مع العلم أن المريخ فريق مهلهل دفاعيا بيرسيتاو رغم تجيلا للهدف الأول لكنه لم يقدم شيء وواضح أنه غير جاهز لا من الناحية البدنية ولا الذهنية عتاب أفشة مع محمد شريف أيضا كان فيه مآخذ كثيرة أفشة ودخوله على لاعب المريخ بعنف وأهماله ولو كان هناك فار لطرد أفشة عصبية حمد فتحي ودخول محمد هان الهادئ بطبعه في هذه المهاترات الغير مقبولة كل هذا يمكن ولدنا أو أخذنا انطباع عننا الفريق غير هادئ عصبي في كثير من الأحيان أو في كثير من الأجزاء مما انعكس على مستواه الفني مساحات كبيرة في وسط الملعب عدم الترابط ما بين خطوط اللعب بسبب التباعد بين اللاعبين مما أثر على دقة وسرعة ونوعية التمرير اللي هي من أكبر نقاط قوة الأهلي شوط ثاني بدأه السيد مسماني بتغيير تاو الغير موفق بطاهر محمد طاهر اللي لم يظهر بمستواه المحوط ونفس الأسلوب استمر وأيضا استمر البطء بالتحضير والتحول ويمكن ظلت المساحات واسعة والترابط مفقود وعدم الانسجام بين أفراد الدفاع واضح ليخلق المريخ فرصتين واضح أحدهما في العارضة والثانية في مرمى الشناوي السيد مسماني يتدخل بإجراء أفضل تغيير في المباراة بدخول أحمد عبد القادر مكان الشحات لينشط الناحية الهجومية ويسرع في الرتم وتبدأ التحولات بشكل أفضل ليسجل الأهلي عفوا هدفين من محمد شريف وأحمد عبد القادر صحيح أن الأهداف من أخطاء فردية من دفاعات المريخ لكن يحسب للسيد مسماني ولاعبي النادي الأهلي الضغط العكسي في ملعب المنافس مما أدى لهذه الأخطاء اللي يمكن هي اللي السببت بعودة النادي الأهلي للمباراة وطبعا النادي الأهلي يستحق أن يكون هو الفريق الأفضل على ما قدمه حتى لو في العشرين دقيقة الأخيرة أو في الثلاثين دقيقة الأخيرة من الشوط الثاني من وجهة نظر المتواضعة كان من الممكن على السيد مسماني منذ بداية الشوط الثاني أن يخرج حمد فتحي ويشرك ديانك وأحمد عبد القادر مكان بير ستاو وليس مكان طاهر محمد طاهر ويبقي على الشحات لفترة أطول في النهاية ثلاث نقط مهمة جدا على السيد مسماني البناء عليها في المباراة القادمة والمجموعة لم تحسم إلى الآن لأن هناك مباراة شديدة الأهمية مع الهلال السوداني طبعا هناك بس فقرة بسيطة أريد أن أوضحها على موضوع الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي يواصل فشلة في إدارة اللعبة في أفريقيا ويواصل استهتارة ويواصل عدم جديدة في أن يمنح هذه القارة القيمة الكبرى لما تحتوي هذه القارة من أندية كبيرة يمكن أن تقارع أكبر أندية